السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخواني وأسعد الله صباحكم طبعا بعض الأسئلة تعترض كثيرا حول الموضوع شنو الضمانات أو ما هي الضمانات اللي تقدموها أنتم لمستخدمين منتجات شركة ديكسن خاصة المكملات والعصائر مثلا بعض الناس يدخل كمستهلك عند حالة مرضية أو حالة صحية فبالتالي يستشكل على العضو لمن يعرض للمنتج يعني كمنتج فيقول له شنو الضمانات اللي تعطونيها مقابل أخذ المنتج هل في استرجاع للمبالغ إذا ما صار عندنا تشافي هل في استرجاع للمنتجات إذا ما صار عندنا تحسن فحقيقة هذه الإشكالية لأسباب كثيرة أولا أنه يجب عرض المنتج كغذاء وليس كذواء فبالتالي أنت لما تعرض المنتج كغذاء يختلف عن عرضك كذواء فالغذاء يؤخذ كغذاء ذو أثر صحي ويأخذ مساره في الجسم مثل ما معروف يبدأ يتصحي مسار الجسم من حيث طرد السموم من حيث تغذية الخلايا من حيث إعادة التوازن وهذا ممكن يأخذ فترات طويلة وأشهر وأحيانا حالات تتطور أكثر من عام وعاميا بسبب أن مسببات المرض عند الشخص مختلفة حجم السموم، نوع السموم، عمر المرض، عمر المريض وأسباب وأمور كثيرة ذكرناها في أكثر من الموضع فبالتالي أول شي يجب عرض المنتج كغذاء وليس كدواء الغذاء السوبر لمنتجات شركة ديكسن هي ما مخصصة لمرض معين هي غذاء نافع يعمل على جميع خلاء الجسم فبالتالي أن لما نتعامل مع منتج يعمل مع جميع خلاء الجسم يختلف عن أعطي دواء يعمل مع عضو معين فالمنتج قد يكون يحتاج لها فترة لحين يصحح مسار الجسم ويصحح مسار الأعضاء ووظائف الأعضاء الأمر الثالث أنه المنتجات شركة ديكسن هي غير مخصصة لمرض معين وغير مخصصة كما ذكرنا بالفقرة الثانية لعضو معين فبالتالي أنك ممكن الشخص يأخذ المنتج ينتفع بصورة عامل الجسم لكن المرض الذي أخذه بسببه قد يتأخر مثلا أضرب مثل بسيط بعض الناس يحتاج أن يدخل المنتجات كغذاء مساعد مع أدوية السكرية لتصحيح مسار البنكرياس والأهم من هذا أنه ستساعد على التخلص من آثار السكري بسبب نقص الغذاء وبسبب نقص التشافي الطبيعي بالجسم الموجود عن المريض السكري المعتل والدورة الدموية الغير نظيفة فبالتالي المنتج سيصحح لمسار الأعصاب يصحح لمسار الهرمونات يصحح لمسار نشاط الوظاف الأعضاء مثل الكيلة، مثل الكبد، مثل الرأتين النشاط الحيوي، الطاقة الجنسية فبالتالي المنتج سيعمل على عدة مزاين فقد يأخذ الشخص المنتج لغرض معين لكن هو انتفع مننا بأسباب أخرى وهذه حالة مرت علينا من باب الشيء المضحك أنه بعض الناس أخذ منتجات لأسباب كثيرة وورا فترة قال ما استفاد منتج طيب أنت إيش اللي أخذت قال أنا أريد أخذت لتنظيم الوزن طيب ما استفاد لا قال يعني استفادية الضغطي صار زيان وكانت عندي مشاكل بهرمونات انتظمت طيب أنت ما المنتج فادك بأمور أخرى فلذاك فهم المنتج وآثار الصحية مهم جدا من قبل العضو اللي يشرح المنتج للمستالك أنه المنتج يحمل الصفة الشمولية مع مخصص لمرض أو عرض معين المسألة المهمة اللي لابد نركز عليها أنه أنا لما أقدم منتج وبعض الناس تفهم على أنه دواء وهو غذاء وهذا بعض الناس العوام يفهم دواء خلاص يتعامل معنا الدواء نسأل هذا الشخص اللي أخذ الدواء من الطبيب هل اشترط على الطبيب أنه أنا إذا الدواء حصت من عنده التشافي خلاص تمام لمول طيبة إذا ما حصت التشافي ترجع الفلوس أو ترجع الدواء هذا أخوان ما موجود حتى في الطب التقليدي وحتى في المواد الكيميائية المواد الصيدلية فليش الآن لما أنت تريد تعامل مع غذاء وليس دواء تضع له قوانين خاصة أصلا ما موجودة حتى في الدواء يعني الآن أي شخص يروح للصيدرية أو يروح للطبيب يقول له أعطيني دواء والطبيب وصف له وقال له ها إذا ما صر الزين أرجعك ما موجود هذا الشيء أصلا فإحنا ليش لما انتجي على المنتجات تفترض أمور هي أصلا غير موجودة فهذا السؤال ليس له محل من العراب كما يقال المسألة الثالثة فبالتالي إحنا المنتج من باب أولى أنه ما ممكن تقديم ضمانات ليس لأنه ليس بنافع لكن لأن متعلقات التشافي كثيرة التزام الشخص بالنظام الغذائي التزام الشخص بالدواء التزام الشخص بالعادات الصحية ترك الأشياء الممرضة عمر المرض كم صال مع الشخص عمر المريض قد بعض الحالات تأخذ أشهر مع الالتزام حتى يبدي بالتحسن فبالتالي أنت كيف تعطي ضماناته أنه أنت تاخذ المنتج وخلال شهر شهرين الطيب لا لذلك أنت تكون دقيق بعرضك لمنتج من باب الأمانة مع الله سبحانه وتعالى ومن باب الأمانة مع الشخص أنك لابد أن تظهر بمصداقية فلما ليس يقول لك طيب أم تتبين التشافي قلنا بعض الحالات تذكر من باب الشيء الأذرج المعدل قلنا بعض الحالات يعني بدأ بالتحسن شوفوا اللفظة بدأ بالتحسن أول شهر أو أول شهرين أو خذات ثلاثة أشهر لكن بدأ بالتحسن ليس معنى أنه تشافي كليا الإخواني خلي نفهم أنه حتى العلاج الطبي الطبي التشخيصي أنه كثير من عنده هو يحجم المرض أو يقلل آثار المرض أو يحسن من آثار المرض فبالتالي هو هذا يعتبر تشافي وإن كان تشافي جزئي فنفس الحالة بالنسبة للمنتجات المنتجات قد تقلل آثار المرض قد تقلل من مشاكل بالجسم قد تحسن من وضع أو قد يزول المرض بالكلية أو بصورة كبيرة وجزئية فبالتالي حين لازم نفهم أثر المنتج العلاجي من الطبيب وكذلك أثر المنتج الغذائي من منتجات شركة ديكسن الغذائية الأمر الأخير اللي أحب أنوه إلى على أنه لازم تكون مصداقية بعرض المنتج إحنا نعرض المنتجات يا أخواني كأغذية وليست كأدوية وهذا أحد أسباب اللي تجعل الشخص المقابل يتعامل معاك كدواء ويجب الشخص اللي يعرض المنتجات أنه يكون عنده ثقافة جيدة فعلى العضو اللي يعرض المنتجات أنه يقرأ عن المنتجات يقرأ عن فوائدها يستخدم المنتجات ما استطاع وما سمحت الإمكانية يقرأ عن حالات التشافي اللي حصلت بسبب أغذية منتجات شركة ديكسن يحسن من ثقافة الصحية بحيث لما يقدم المنتج كغذاء يقدم كذلك نصائح غذائية نافعة حتى الناس تنتفع أكثر ويقع الأثر الأكبر فبالتالي خلاصة القول أنه هذا الكلام ليس له محل من العراب من يطلب منك ضمانات قل له غذاء يعمل على جميع خلايا الجسم ممكن حضرتك تطلع على البحوث العلمية الموجودة ممكن تطلع على الحالات التشافي المبثوثة في وسائل التواصل اجتماعي لكن المنتج أنا ما أقدر أقدم لك ضمانات لأن أصلا هو ما في شي ضمان بالعالم أنه على منتج غذائي أو دوائي يعطيك ضمان أنه اشتغل أو لا اشتغل هذا لأنه ما متعلق بالمنتج بالدرجة أولى متعلق بالمنتج ومتعلق بالجسم والعادات الغذائية والعادات الصحية للشخص نفسه وأمور ذكرناها سابقا عمر المرض عمر المريض التزام وإلى آخره فبالتالي هذا السؤال ليس محل من العرب تعطي المنتجات وتوضح أنه غذاء وليس بدواء والغذاء يعمل على جميع خلايا الجسم غير مخصص لمرض أو عرض معين لكن الكل وهذه النقطة الجوهر اللي أختم به الكل سينتفع من منتجات شركة ديكسن لأن الأغذية الجسم يحتاج إلها يعني مثل الوقود للسيارة والوقود للماكنة فبالتالي الكل سينتفع بنسب مختلفة يعني من أخذ المنتجات قد يكون منتفع للمرض اللي أخذه لكن أكيد سينتفع لباقي جسمه ولباقي خلايا أكيد سينتفع بتقليل السموم بالجسم أكيد سينتفع بتغرية الخلايا أكيد سينتفع بتنشيط وموازة وظائف الأعضاء فهذه نقطة جدا جوهرية يجب أن نوضح أنه المنتج نافع بكل حال والنقطة اللي نوهلة أنه المنتج لا توجد فيه آثار جانبية كذلك هذه نقطة مهمة جدا على عكس الدواء الكيميائي أو بعض العشاب أنه كل ما تستخدمها أكثر كل ما زادت النتائج السلبية أكثر فمنتجات شركة ديسن كأغذية سوبر وكمشروبات وعصار طبيعية كل ما أخذتها أكثر كل ما استفادت جسم منها أكثر فالمسألة عكسية نوضحها للمسائل ويبقى عرض الموضوع بأمانة بارك الله بكم جميعا أخوكم مهندس حسان علي